الانترو او مقدمة الفيديو. يعبر عن فيديو قصير بيكون مدته من خمس سواني لعشرين ثانية بتحطه في بداية الفيديو وبتلاخص لك نوع محتوى القناة. هنشوف كل حاجة وازاي تقدر تعمل الانترو بالتفصيل لكن بعد الانترو. ازايكم يا شباب اتمنى اكونوا بخير معكم محمد جابر وفيديو جديد فيديو النوردة صاحب هنتكلم عن طريقة عمل الانترو بالتفصيل. بس قبل ما نخش في الفيديو هتنسوش لايك للفيديو وشير وسبسكرايب واما حاجة تفعله زر الجرس عشان الفيديوهات الجديدة هتوصلكم اول باوة. لو حابين نتكلم عن اي حاجة معينك تبقى لتاحت في الكومنتات ولحابين تتواصله معي رابط حسابات السوشيال ميديا في صندوق الواصل ورقم اللوات سبب في صندوق الواصل. الانترو بيكون عبارة عن فيديو قصير او بيسموه مقدمة الفيديو. وطبعا فيه انترو نهاية للفيديو وهنتكلم عنه طبعا كل حاجة هنتكلم عنه النار دي. بيكون فيديو قصير الفيديو ده بيلخص نوع محتوى القناة. بيكون بتحط مسلا في اسم القناة اللوجو ويش الحاجة دي. طبعا الانترو في منه انواع كتيرة جدا وعشان ان انت تعمل مسلا انترو احترافي. فانت بتحتاج لبرامج كتير زي وكزا برنامج منتاج وبرامج كتيرة جدا عشان تقدر ان انت تعمل انترو احترافي. وطبعا فيه مواقع بتبيع انتروهات على الانترنت بتقدر ان انت تشتريها. وفيه طبعا انتروهات مجانية بتقدر تنزلها وتعدل عليها. احنا بقى النهاردة هنشوف ازاي نقدر نعمل انترو باستخدام المواقع ديت. طبعا فيه مواقع وبرامج كتيرة جدا. الموقع اللي معها النهاردة هسيب لك اللينك بتاعه بصندوق الواصل. طبعا الشرح هنشتغل على الكمبيوتر. وانت تقدر تطبق الكلام ده كله على الموبايل برضو باستخدام الموقع اللي سيبه لك. موقع ده في المجموعة من الانتروهات والكوالب المجانية تقدر ان انت تعدل عليها بكل سهولة وتكتف فيها الاسم بتاعك وتضف لها اي تأسيرات انت عايزة وكمان تخليها باسمك. وكمان بدون حقوق ملكية. يعني انت تقدر تنشر الانترو بتاعك ومش هيجي لك على حقوق طبع وناشر. اول حاجة الانترو اللي انتو شفتوه في بداية الفيديو انا عامله باستخدام البرنامج ده. وباستخدام الموقع ده. وتعالوا نشوف الانتروه التاني اللي انا عملته في القناة ونشوف شكله وبعد كده نروح للموقع على طوق. بعد ما شوفنا طبعا الانترو هنروح بقى الوقت للكمبيوتر ونبدأ ان احنا نشتغل وطبعا الشرح ده تقدر انت تطبقه على الموبايل بتاعك عادي جدا. يلا بنا نشوف. تعالوا بقى الوقت يا شباب نروح للكمبيوتر ونشوف ازاي نقدر ان احنا نعمل الانترو بكل سهول. طبعا الموقع ده سيبه لكم في صندوق الوصف. زي ما انتم شايفين ده طبعا الموقع هتلاقي في مجموعة من الانتروهات. لو ضغطت مسلا هنا كده بيجيب لك باقي الانتروهات اللي موجودة. طبعا هتلاقي مجموعة كتيرة جدا من الانتروهات. طيب هنخرج برا كده عشان في انترو انا شفته هاشرح عليه لانه الانترو ده بصراحة عجيبني يعني. طبعا الانتروهات هنا بتتغير بكل شوية. نضغط مسلا على الانترو ده لو حابين ان احنا نعدل عليه طبعا هتلاقي مجموعة كبيرة من الانتروهات هنا. نضغط مسلا هنا كده. وبعد كده هتلاقي هو ده طبعا الانترو تعالي نشغاله كده. تمام كده. الانترو ده مسلا احنا هنعدل عليه. طبعا يا شباب بالنسبة للا بقية الانتروهات التعديل فبيكون بنفس الطريقة. هتروح للمربع ده كده صاحبي طبعا. وهتلاقي هنا مكتوب التكست هوات مكتوب. ايه هتلاقي مكتوب هنا تكست والكلمة اللي مكتوبة. هتمسحها وتكتب الكلمة اللي انت عايزة. بس طبعا الانترو ده اعتبر سهل جدا لانه مفوش تكست كتير. فانت با لو دخلت على انترو ولقيت فيه كلمة موجود متكررة. هتمسح الكلام اللي جانبها وتكتب الكلام اللي انت عايزه. نكتب مسلا هنا بالمناسبة يا شباب الموقع ده ما بيدعمش اللغة العربية. لو انت جيت تكتب مسلا محمد بالعرب كده قوت. وجيت تضغط هتلاقي جيب لك علامة استفهام لانه هو ما بيدعمش اللغة العربية. فلازم يكون الكتابة في بالانجلش. هنكتب مسلا ميدو ونضغط كده كتب ميدو. طبعا هنا انت ممكن تغير الشكل اللغة راحت انا ممكن تخليها كده. ممكن بقى ان انت تتعدل باي شكل انت عايزه. مسلا الشكل ده كده كويس. وطبعا هنا ممكن تعمل يعني تخلي الخط عريض شوية. تعمله هنا شكل طبعا افضله بالشكل ده كده. طبعا تقدر بقى هنا تغير الشكل اللي انت عايزه. ممكن تخليها مسلا كده. طبعا دلوقتي يا شباب زي ما انتم شايفين ان هنا كتبت كل اللي انا عايزه اختارت طبعا شكل النص. طيب هنا بقى ان خلاص مش عايز اي حاجة تاني تعمل شو بقى نشغل دلوقتي الانترو. طبعا لو علامة العين ديت اساسا لما انت بتضغط عليها المرة الاولى بيجيب لك الشكل ده كده بيوريك الشكل النص بيبقى ماشي ازاي او الاشكال الهندسية للنص والانترو نفسه بتبقى ماشي ازاي. طيب انت بتضغط على علامة العين كده بيظلك الشكل اللي هيبقى عليه الانترو. طيب دلوقتي يا شباب بالنسبة الانترو تعال نشوف كده فالانترو جاهز تمام. تمام كده شباب بالنسبة الانترو فهو جاهز. طبعا انت تقدر ان انت تضيف له موسيقى تانية اللي انت عايزة بتضغط على علامة الموسيقى ديت وتضغط سيلكت وتختار الموسيقى اللي انت عايزة من من الجاهز بتاعك. بس انا طبعا بفضل ان انت تسيب الانترو بالموسيقى بتاعته لان انت ممكن ما تعرفش تجيبه الموسيقى اللي تبقى لايقى بالزبط على الانترو. تمام تعالوا اينا بقى نشوف ازاي نقدر ان احنا بقى نحفظ الانترو ده بس طبعا في ملحوظة هنا لو انت جيت تضغط على علامة الحفظة ديت هنا طبعا للاسف ما بدعمش للجودتين دول اللي هي مكي في وطبعا الجودة ديت غير وممكن ما تشغلش الفيديو ده على اي موبايل بيشتغل على موبايلات معينة فانت بقى اللي هتعمله هنا حاجة هنعملها مع بعض طبعا احنا نضغط على الاول على ستارت فيديو طبعا يبدأ الفيديو هنا يحمل طيب على انا بقى لبنى الفيديو بقى يحمل هقول لك الخطوة ديت بالتم ازاي هو هنا بيحمل الفيديو بجودة غير الان بفو طبعا الجودة ديت بتأثر على الموبايلات انت تجي تشغل الفيديو ده على الموبايل ممكن ما تلاقي الموبايل ما بدعمش الجودة دي فمش هيشتغل فاحنا هنا بقى كل انت عليك لو انت بتطبق الشرح ده باستخدام الموبايل هتحمل البرنامج البرنامج دوت هسيب لك اللينك بتاعه بسندول وصف طبعا اسمه فيد كومباكت البرنامج ده تقدر ان انت من خلاله ت احاول صيغة الفيديو من اي صيغة الى صيغة فانت طبعا هتحول الفيديو ده لامب فور اما لو انت عندك الكمبيوتر ف انت هتخدش على البرنامج المنتاج اللي انت بتستخدمه اللي هو البرنامج طبعا في المرة عندي على الكمبيوتر او او اي برنامج انت بتستخدمه واتضيف الفيديو وبعد كده تصدره بصغة ويبدأ بعد كان هو يشتغل معاك على اي جهاز على طول تعال نشوف مع بعض وطبعا الفيديو حمل ما اخدش دقيقتين زي ما انتم شايفين المباقي كان نضغط على download your video تمام كده بيبدأ ان هو باي يجيب لك الصفحة ديها طبعا هتضغط هنا كده كده خلاص الفيديو بيحمل تعالوا بقى نخش على التحميلات عندنا طبعا هنا جابلي الفيديو اوات تقدر ان انت تشغله تعال نشوف كده نشغله طبعا هو الفيديو كده هتلاقي عندك في التحميلات في ال download هنروح بقى ان احنا نضيف الفيديو دوت على البرنامج في المورة تمام كده اواتي يا شباب كده تمام بس طبعا الاسب مش شغل بصغة ال im before تمام كده هنروح بقى للفيديوهات هنفتح اول حاجة برنامج في المورة وبعد كده هنروح ان احنا نجيب الفيديو اواتي يا شباب هتلاقي الفيديو اللي هو رقم تلاتة دوت كده لو ضغطنا عليه بس هنتأكد ان هو بنفس التاريخ النهاردة يا شباب تمام كده بقى كده نروح نضيفه هنا في البرنامج اوات تمام كده يا شباب بالنسبة للفيديو ونضاف هنا اوات هنبدأ ان احنا بقى نحطه عادي في البرنامج ومش هنعمله اي تعادل خالص هنصدره زي ما هو طبعا الفيديو شغال معنا اواتي يا شباب تمام هنبدأ بقى نعمله تصدير كده وهنصدره طبعا بصغة ال im before اواتي يا شباب ونبدأ ان احنا نعمله تصدير ونسميه مثلا بالاسم اللي احنا عايزينه نسميه مثلا انترو محمد مسلا واكلا لتصدير طبعا ومش هاخد وقت لانه وقت قصير جدا فهيتصدر بسرعة تمام كده يا شباب الانترو كده تصدر هنروح بقى للملفات عندي ونشوف نشغله كده طبعا اسمه انترو محمد اواتي يا شباب نبدأ بان احنا نشغاله كده ونشوفه تمام كده يا شباب كده احنا خلصنا الانترو وعرفنا ازاي ان احنا نعمله بالتفصيل لو انت بتشتغل على الموبايل فانا طبعا هعمل شرح تاني للموبايل بخصوص طرية عمل الانترو من نفس الموقع طيب كده يا شباب لو انت شفت الفيديو الحال الوقت يا صاحبي شكرا لك بجد على المشاهدة اتمنى يكون الفيديو عجبكم لو عجبك الفيديو ما تنساش لايك للفيديو شير وسبسكرايب شكرا لكم على المشاهدة كان معكم محمد جابر انتابه الفيديو الجاي سلام عليكم اشتركوا في القناة